السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة فيجابة إفادة اليوم إن شاء الله لدينا الكتاب المدرسي المرجع في الرياضيات للمستوى الثالث تدائي ده إن شاء الله سنضر الصفحة 31 إذن لدينا الحصة الرابعة في 21 تمرين قلونا أقرأ المعلومات الواردة في البطاقة ثم أضع علامة في خانة الدمية المناسبة إذن قلونا أقرأ المعلومات لكي نفضل البطاقة هذه ونضروا علامة في الخانة ديال الدمية المناسبة هذا بحل لغز إذن قلونا هاد الأعداد اللي هنا نتبههم زيان لكل عداد شنو المئة ديالو شنو الوحدات وشنو في المحصور إذن عندنا قلونا هاد العادة تقول على نفسه رقم مئاتي صفر مئات رقم مئاتي صفر كما تنعرفوا بأنه كين الوحدات والعشرات والمئات والآلف هذا قلونا رقم مئاتي صفر رقم المئات صفر إذن هنا كينين المئات المئات هما هادو الصفر عنده في المئات نقلبوا هنا على الأعداد اللي عندها صفر في المئات هادي عندها صفر في العشرات هادي عنده في الوحدة العشرات هادي عندها في المئات إذن هادي غنديروا فيه علامة هاد عنده صفر في المئات أحد النقطة ثاني هاد عنده صفر في المئات وهذا كذلك عنده صفر في المئات إذن هاد البطاقة هادو تلغى صافي لأنه عندهم في المئات تسعة تسعة هو قال هاد الرقم تقول على نفسه عندي في المئات ديالي رقم مئات ديالي صفر إذن صفر كين فضل بطاقة في المئات وفضل بطاقة في المئات وفضل بطاقة في المئات سنكمل قالنا رقم وحداتي 9 قالنا الوحدات ديال هذا العدد الوحدات دياله هنا ستكون 9 9 إذن نقلب على الوحدات اللي فيها 9 هذه الوحدات دياله 9 هده هو سنضيلي علامة وغيرها وهذا الوحدات دياله 9 أما هذا الوحدات دياله 0 إذن احتاد البطاقة تلغت تلغت هذه في الأول المئات ديالها ما كانش ذكش اللي كان فيها المطلوب وتلغت هذه لأن الوحدات ديالها ماشي 9 قولنا هده جوج البطاقة ديال اللي بقولنا هده إذن هنكملو اللغس شنو تيقول أنا محصور بين 9000 و 10 و 9100 إذن عنا العشرة دياله ما تفوتش ما تهبطش على عشرة و ما تفوتش في المئات دياله على 100 إذن شوفوا ما بين هذا هنا ما يكونش قل من عشرة و ما يفوتش في المئات دياله 100 إذن هنا غنشوفوا عندنا في العشرة لوحدة العشرة 99 إذن هنا في الوحدة دياله 9 وتسعة أصغر من عشرة أما 99 بقي ما وصلنا المئة إذن في نظاركم شنو واش هادا اللي قل من عشرة قلنا ما يخصوش يبط على عشرة ولا هادا اللي باقي ما وصلنا المئة و قلنا ما تفوتوش المئة هنا قلنا ما تفوتوش على عشرة وهنا قلنا ما تطلعوش على 100 إذن هنا ما نبطوش ما نبطوش لـ 9 8 وهنا ما نفوتوش 100 101 إذن شنو العدد المحصور هنا كما تنشوفوا وهو 9 9000 وتسعة وتسعون لأن 9 وتسعون قبل المئة أصغر من مئة أما هنا 9 9 أصغر من عشرة إذن البطاقة المناسبة لهذا اللغز وهي هذه 9000 وتسعة وتسعون 9000 وتسعون هي هذه و قد ندر فيها العلام قد نمشو للتمرين 12 قلنا أرتب الأعداد المطلوبة باستعمال أرقام المقترحة أعطونا هذا الأرقام 4 الأرقام هنا 4 3 9 6 و قلوا لنا هنا نتابهوا لها عدداني محصوراني بين 3000 و 4000 معنى إحنا الألف سنخدمه غير 3 في الألف ما بين 3000 و 4000 إذن الألف ستكون غير في 3 في الألف غير 3 والباقي سيكون ثلاثة غير في الآلاف إذن 3 هذه ستكون دائما في الآلاف سنخدمه غير هذا سنخدمه غير هذه 3 دي الأرقام إذن قدروا نقوله 3694 3000 3400 هذه نتن قلبها 3649 3400 ثلاثة ألاف وتسعمائة وتسعمائة وأربعة و ستون تاني نقلبها دي 3900 و ستة وأربعون 3000 ما زل ما درنا 4% إذن المئة درنا 6 هيا وهذا درنا 94 درنا في المئة 9 ولكن بقي ما درنا في المئة 4 3000 أتفقى فيها هذا الآلف ما ندروهاش في المئة لأننا قلنا محصور بين 3000 3000 3469 3496 إذن هذا عددان محصوران بين 3000 و 4000 إذن تبقي لنا في 3000 ما وصلناش 4000 ولكن بدنا غير في المئات والوحدات والعشرات المئات هذ 3 ديال أرقام خدمناهم غير في الوحدات والعشرات والمئات إذن نمشي البطاقة التانية قالوا أن عددان محصوران بين 6000 6000 و 6500 و 6500 إذن ندير في الالاف 6 ولكن المئات ما نفوتوش 5 في المئات ما نفوتوش 5 في المئات نتابعوا بين 6000 إذن تكون عندنا 6000 هذن ندخلت على هذه البطاقة عندنا 6000 ولكن في المئات ما نفوتوش 5 المئات اللي نخدموه في المئات ندير 300 ندير 300 إذن عندنا 6394 6349 على الثاني العقل الصحيح ندير 6000 و 6000 ندير هنا 3 في المئات ندير 4 في المئات 6400 و 6493 6439 6439 نحن نغير ننتابعوا هالشي اللي ركزنا فيه نتابعنا له رأساه إما كيف ما نشفنا البطاقة الأولى العدد محصرة ما بين 3000 و 4000 وإن عددين محصرة نبينا 6000 قالونا نبقوا 6000 و 6500 في المئات ما نفوتوش 500 ما نفوتوش 5 في المئات كيف ما شفنا إذا مني ما في 12 6 كانت في الالف وقال لنا هادو 3 المئات ما غنديروش 9 لأن 9 أكبر من 5 قدرنا غير 3 أو 4 في المئات لأن هما أصغر من 5 إذن دفا قد نتحول التمرين 13 قلنا أؤثر العدد 5126 التالي بالعشرات وبالمئات ثم بالآلف 5126 هذا نفس العدد قلنا في الأول نقطره بالعشرات فالسطر هو الأول ونقطره هنا بالمئات وأخيرا بالآلف إذن عدنا 5126 إذن 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 سنقطره غير بالعشرات سنخدم غير العشرات ستبقى عندنا 5100 سبقى كما هي شن هو في العشرات العدد أكبر من 26 وهو 30 ضروري نكمله في الآخر بالصفر أطرنا غير العشرات 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 26 أكبر من 30 وشن هو العدد اللي صغر 5100 ضروري نخليه السفر ولكن شن هو العدد اللي صغر من 26 وهو 20 أنا أطره بالعشرات هنا بالمئات هنا أطرنا بالعشرات وهنا بالمئات هنا غير يكون بالآلف باش باش نتابو 5126 شن هو العدد اللي صغر من 100 من 100 بالمئات 5000 ستبقى كما هي وهي 100 قد ينحي دغير 26 5100 شن هو العدد اللي كبير من من 100 5100 شن اللي كبر 126 مئتاني ضروري نخليه الصفر في الآخر هنا بالآلف شن هو العدد اللي صغر من 5126 إذن 5000 هي نحيدو غير الوحدة 5000 هو الأصغر مئتو 4000 لا احنا قلنا غير أصغر من 5166 حيثو غير تصرف 5000 أصغر من 5126 ما هو العدد الأكبر من خمسة ألف ومئة وستة وعجرة لا سنقوم بعمل مئة ثانية سنقوم بعمل ستة ألف إذن لدينا هنا سنتقل إلى تمرين 14 قلنا أقارن بوضع الرمز المناسب الرمز المناسب لدينا دائما ننقل مقارنة سيضع لكم تابهم زيان هذا سهل خسكم غير شوية ديال التركيز لا تبقوا تزربوا كي ننتقل إلى مدفع التي تكون يقارن هذه مع هذه لا لا يمكن لماذا؟ لأن هنا ثلاثة الأرقام واحد جوش ثلاثة أما هنا واحد جوش ثلاثة أربعة هنا كي نغيل وحدات العشرة المئات أما هنا وحدة العشرة المئات الآلاف دخلنا على الآلاف هنا ربعات الأرقام هنا هي ثلاثة لا داعي لمقارنة هنا أربعة أرقام أكبر من ثلاثة أرقام لأن دخلنا الآلاف هذه لا داعي لمقارنة ما بين الأرقام العدد هذا أكبر من هذا هذا فيه ربعات الأرقام دخل الآلاف أما هذا عنده غير المئات اول حاجة تشوفها في المقارنة هو تشوف عدد الارقام في كل عدد فيما كان الارقام اكتر يكون العدد هو الاكبر اذا عندنا هنا 1 جو 3 اربعة 1 جو 3 اربعة اذا هنا الارقام متساوية ده بعد غنقارنه ما بين الالاف هي اللولة ونمشي المئات ونمشي العشرة ونمشي الوحدات غادي تحسم الامر فيما كان شي وحدة غا تكون هي الكبيرة نقارنه الالف لان الالف وما الاكبر 5 في الالف 5 في الالف اذا الالف متساوية غنمشي المئات هنا صفر في المئات هنا واحد في المئات اذا هنا حسيم الامر بان هنا واحد اكبر من صفر نعرف بان هذا العدد اكبر من هذا 5100 اكبر من 5099 هنا كذلك نحسبه اربعة اربعة اذا نقارنه الالف 7 في الالف واحد في المئات غادي نوصله لعشرة سفر 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 الوحدات اربعة اربعة اذا 7104 7104 اذا هنا متساوية ندرونهم يساوي هنا كذلك دائما نحسبه دائما نحسبه اذا نربعة نربعة غادي نقارنه الالف ثلاثة اتناني ثلاثة اكبر من اتناني حسيم الامر اذا هذا العدد اكبر 3101 اكبر من 299 هنا 1 جوج 3 1 جوج 3 اذا هنا هذا العدد اكبر في اربعة الارقام هذة 3 لا داعي نقارنه من يكون الارقام وحد العدد في الارقام اكبر من العدد الاخر ما غاديش نقارنه الارقام دياله غادي نعرفه بان هذك اللي فيه اكتر الاعداد هو الاكبر هنا 1 جوج 3 1 جوج 3 عندنا نقارنه هدفي 3 هدفي 3 نقارنه هدفي المئات 6 في المئات 6 في المئات لعشرة واحد لعشرة صفر والواحد أكبر من صفر سهل أسهل ما يكون خسنا غير التركي شوية إذن عندنا إذن عندنا التمرين 15 قلنا جو كمبار وإتوليزون لسيني كي كنفين قلنا أقارنه بوضع الرمز المناسب كما التمرين 14 نفس عنا هنا الأعداد مفككة هنا العدد مفكك وهنا العدد مجموع إذن هذه تهي خسنا نراحض ملاحظة دقيقة خسنا نشوف لأن هنا العدد مجموع وإحنا داروا ليه تفكيك ما معنى تفكيك في كلنا عفوا الآلاف من المئات من العشرة من الوحدات يلا نتابع إذن عندنا هنا في الآلاف خمسة خمسة آلاف هنا عندنا خمسة آلاف هنا عندنا المئات هل وحدة العشرة المئات من نشوفو ثلاثة نعرفو ستة مئات هنا ستة مئات هنا تمانية في العشرة هنا سبعة في العشرة هنا تسعة في الوحدة هنا تسعة في الوحدة إذن وش نتابعتوا معي هنا تسعة هنا تمانية أما هنا في العشرة سبعة سبعة ومن الأكبر سبعة أم تمانية تمانون في العشرة أكبر من سبعون في العشرة إذن هذا هو الرقم الأكبر العدد الأكبر عفوا هنا تمانية في الآلاف هنا ستة في الآلاف هنا سبعة في المئات هنا سبعة في المئات العشرات صفر هنا ما داروناش العشرات هما كذلك ما داروناش العشرات جوج أرقع خمسة في الوحدات خمسة في الوحدات إذن عنا 8 في الآلاف إذن عنا 8 في الآلاف أكبر من 6 عنا المئات متساوية والوحدات متساوية والعشرة صفر وهنا العشرة مكينش إذن عنا مقارنة ما بالآلاف هنا 6 في الآلاف وهنا 8 في الآلاف وتمانية أكبر من 6 عنا تمانية في الآلاف تمانية آلاف تمانية آلاف هنا هنا أربعة في المئات وش هنا تتلاحظوا كين شي مئات؟ يعني المئات تتبعوا الآلاف المئات دائما تتكون ما بين محصورة ما بين العشرة والآلاف تتكون محصورة هنا عندنا هنا أربعة في المئات كين هنا أربعة مئات أربعة وجوج أصفار لا يوجد مئتنا فضل العدد المفكك عندنا صفر في العشارات وهنا أربعة في العشارات هنا ثلاث وحدة ثلاث وحدة إذن من العدد الأكبر؟ في الآلاف بحال بحال ولكن هذا أربعة في المئات هنا ما عندوش المئات هذا أكبر منه في المئات المئات أكبر هذا ما كينش فيه المئات إذن هذا عدد أكبر تمانية آلاف و أربعة و مئة و ثلاثة أكبر من تمانية آلاف و ثلاثة و أربعة إذن غد انتقلوا للتمرين تستاش نعم قالونا أحدد بعالمات فيه العدد المناسب قالونا فيه تسع وحدات الوحدات تسع في الوحدات هذا صفر وحدات وهذا تسع وحدات و ستة آلاف هذا ستة آلاف وهذه ستة آلاف ولكن الآلاف عندهم بحال بحال ولكن هذا واحد عندو تسع في الوحدات وهو هذا هذا عندو صفر وحدات إذن هذا ندر فيه العلامة هنا قالونا ستة وحدات هو هذا تسع مئات هو هذا هذا تسع مئات ولكن الوحدات ليست مطابقة ما عندو ستة وحدات ثلاثة آلاف جوجهم عندو ثلاثة آلاف في اللي كيل جمع المواصفات فيه فيه ستة وحدات وهذا تسع مئات هو هذا ثلاثة آلاف هو هذا هذا ما مطابقش في الوحدات ما عندوش ستة في الوحدات إذن هذا اللي غندروا فيه العلامة قديم شو التمرين 17 قلنا ماذا يمثل رقم ستة في كل عدد هنا الرقم ستة يمثل المئات كما تنشافوا الوحدات العشرة المئات الوحدات العشرة هذا يمثل العشرات وحدات هذا يمثل الوحدات الوحدات هذا يمثل الوحدات شو معه بشوي الوحدات العشرات المئات الآلاف هنا ستة يمثل الآلاف هنا الوحدات العشرات المئات هنا يمثل المئات هذه عندي خطأ الآلاف إذن هنا قد يمثل التمرين 18 قالوا لنا أكتبوا بالحرف الأعداد التالية هنا عندنا أكتبوا بالحرف عندنا ألف هنا ألف لأن هنا عندنا ألف عندنا ألفان وخمسمائة ألفان وخمسمائة عندنا ألف وثلاثمائة وعشرون كما تنقرأ وها تنكتبوها ألف وثلاثمائة وعشرون وهذا وضروري تفرق ذاك الووا بالآلاف والمئات والعشرات والوحدات هنا عندنا الوحدات ما كناش عندنا عشرون وضروري كنت تلميذ لما تكتبوش ذاك و تكتبو مثلا ألفان وثلاثمائة وعشرون ذاك وضروري كنت تتفرق ما بين الآلاف والمئات والعشرات إذن غضي انتقلوا دا با التمرين 19 أكتبو بالأرقام الأعداد التالية أكتبو بالأرقام هنا كان العكس كان بالأرقام كتبناها بالحرف هنا نكتبوها بالحرف نكتبوه احنا بالأرقام خمسة آلاف أنتوما باش ما تتلفوش خمسة آلاف بما أنكين الآلاف قدروا كين التلاميذ اللي تختاب بما أننا عنا خمسة آلاف عنا الآلاف إذن ندروا نقيطة في الوحدات العشرة المائة الآلاف دائما بنسمعوا الآلاف نعرفوا لأنكينين ربعات الأرقام الآلف داروري ربعات الأرقام خمسة آلف إذن دفع نديره خمسة في الآلف ومئة إذن مئة في المئات ومئة وسبعة سبعة وحدات إذن يقدر التلميذ إلا قرأ هكا واكتبها عشوائي غيدر خمسة ويدر واحد ويدر سبعة أحدة وهديك لا هديك تتولي خمسة مئات إذن نديره نقاطة نسمعه الآلاف نكسبه نقاطة الوحدة العشرة المئة الآلاف إذن بمما أنهم ما ذكرون لناش هنا العشرة سنديره فيها صفر إذن خمسة آلاف ومئة وسبعة ستة آلاف إذن هنا أخصومي ندير ستة آلاف لأن ستة تنديرها في المئات ستة آلاف ها هو الوحدات العشرة المئات الآلاف وخمسة إذن ستة آلاف وخمسة خمسة وحدات وحدة وأربعون أربعون الحشر دايما نقوله أربعون ثلاثون أونا أونا نعرفها عشرة إذن هنا ما ذكروناش المئات المئات صفر كما هنا ما ذكروناش العشرة درنا فيها الصفر سبعة آلاف سبعة آلاف وتسعون تسعون عشرة تسع عشرات تسعون إذن ما ذكروناش المئات دائما فيها الصفر هالطريقة غتجيب لكم العدد صحيح مئة في المئة دائما نتمعوا لولا تقولكم الآلاف دير نقطة الوحدات لعشرة المئات باش تجيب كل شي صحيح إذن تنتمنى هالفيديو هنا الإعجاب ديالكم وتستفدوا منه وما تنسوناش بالدعوات ديالكم وما تنسوش تدعموا القناة واللي تيشوف القناة أول مرة وعجبوا المحتوى ديالها يشارك ويضغط على لزبوني ويفعل جرس باش يوصلوا كل جديد وما تنسوش تبارتاجي والفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش تعمل فائدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته